رحل الدلال عبد العزيز مستعجلة بعد أن غاب زوجها سمير غانم عن الدنيا قبل ثلاثة شهور رحيل جاء على يد كورونا القاتل بدأ بسمير غانم الذي قضى عليه الفطر الأسود ثم خطف رئة دلال لم تعلم عبد العزيز أن غانم رحل عن الدنيا خشية عليها من عائلتها أن يقتلها القهر على فراقه لكنه الحدس بين العاشقة ومعشوقها وبعد صراعا طويل مع المرض الذي سرق أرواح نجوم ورموز وملايين من البشر غاب الدلال التي وصفت بعاشقة الشروق التي ظهرت للعالم في أول مسلسل لها حمل اسم بنت اليوم وها هي دلال بنت الآخرة راحلة عن الدنيا تركة دنيا أيضا الفنانة التي ورثت عن والديها رحلة الفن وفعلت شقيقتها إيمي مثلها ما جعلهم العائلة الفنية بامتياز دنيا وإيمي اليوم بلا سمير أو دلال النجمين الصاطعين في الساحة المصرية والعربية ما خلف في قلبيهم القهر بعد أن روغ كورونا أرواح والديهما سيما بعد سبب قوي يتمثل بخشية العائلة زرع رئة بديلة للرئة المتضررة للراحلة عبد العزيز لكنه القدر الذي رسم الحزن في عائلة غانم الفنية والساحة المصرية والعربية